قضية الزمالك والشبونة بسابش كبالة والدنيا ابتدت تسخن شويتين كده. زي معدوية مسلا بيحب الناس الرائقة اللي بتضحك على طول انا بحب الناس الرائقة اللي بتهبط على طول. اخواتنا الزمالكوية الجمال طبعا مش كلهم اكيد. يعني عشان برضو ما بحبش ان انا اجمع كل الناس. ما ما قدرش انكر ان في زمالكوية بيفهمه في الكورة. وان في زمالكوية عقلين وكل الكلام ده شو واحد يتكلم مسلا بالمنطق. لكن ما ننكرش برضو كلنا فيه تسعة وتسعين من زمالكوية هبيدة ومدلسين. ودي الناس اللي انا طلع ارد عليها. فاسيبنا بواحد في المية التانيين دول. المهم الراجل المحترم اللي كاتب الكومنت ده على اليوتيوب كان كومنت على الفيديو بتاع مبارح اللي كنت بتكلم فيه على ميزة وصبعة في ودنه الاستاذ ميزة اللي بيخش يعاية على على فيسبوك ويقعد يكلم ويقول لك الحقيقة يا فيسبوك والكلام ده. ماشا ميزة عادي بيش اجيب فيديوهاتك تاري بس مش معنى كان انا ازيبك في حالك. بس يعني خلي الموضوع ده بعدين. المهم المهم الراجل المحترم ده بعيدا عن بقية الكومنت. اسهل حاجة في الدنيا ان انا اطلع ارد عليك بشتيمة يعني. اسهل حاجة في الدنيا ان حضرك تشتمني. تقولي انت كدب ومدلس ومشع فيه فانا اطلع ارد عليك. او اسهل حاجة الناس حتى اللي بتشتمش تايم اسوأ من كده بكتير بدلا ما اعمل بلوك او اعمل هايد للكومنت. برضه ارد على الشتيمة. الموضوع سهل جدا. بس ده بالنسبة لي ترمومتر يعني بيوريني كده مقياس درجة الشياط. ان انا اعمل ايه بالزبط فيكو? دي حاجة بتفرحني جدا بصراحة. المهم خلينا ارد على الكومنت اللي انت بتقوله. في الناحية اللي ليه علاقة بالكورة. انت بتتكلم ان انا كلامي كله كدب بدليل موضوع جوزيه. وان جوزيه عمره محظر اللي شبونا من شيكبالا. وان انا بهبت طبعا يعني. اكيد طبعا اكيد طبعا انت عنا الحق. هنشوف الكلام ده دلوقتي مع بعض. وهضي دلينك الفيديو ان جوزيه بيتمنى اه ان هو يمر ان شيكبالا وان شيكبالا مفروض يكون احسن لعيب في اوروبا او من احسن لعيبة في اوروبا يعني. انا مش هروح اجيب فيديو تاني. ومش هجيب حاجة تاني. ومش هتعب ولا اعمل باتنين جنيه سيرش ولا اي حاجة. انا اللعظة من اللعنجة لاؤلي شكبالا افصى اقتراح لاؤلي سيمالك. صعف كثرة او اقود من when j кон出来 ع BBQ I keep it on sÅєre AF – خلال فقط – اعتقد ان كانู الخرق للاؤلي. سين راح على الاهليißt او اقتراح توزي لاؤلي عن الاعتقد ان هذا هو انه 900 رائد من الزمالك نتيجية شكبالا وقد اعتقد ان لو كان راح الاهلي في الوقت ده لما وقع الاهلي لو كانش وقع الزمالك برضو اعتقد ان كان ممكن اغير حياته لانه عنده مواهبة رائعة وهو افسد المواهبة دي كان نفسك يلعب معك في الاهلي كنت شايف ان فيه كانت كبيرة في الوقت ده لو كان في الاهلي كان هيبقى حاجة كان هيبقى في لعب كبير او في اوروبا دلوقتي انا شايف ان هو افسد مشواره شوية اخطار كتب طيب جوزي هنا في الفيديو ده كان 2013 او 2012 جوزي في الحلقة دي قال ان شيكبالا لما وقع للاهلي وبعدين وقع للزمالك وخد عقوبة ست شهور كان المفروض ساعتها ان هو يوقع للاهلي بس وان هو لو كان مرانه هو كان يتمنى ان هو يمرانه لانه كان لعيب موهوب جدا فكان هيعمله مسيرة محترمة كان زمان دلوقتي شيكبالا لعيب كبير في اوروبا ده اللي جوزي قاله بالنص في الفيديو زي ما كلنا شفنا مع بعض الجميل في الموضوع ان انا زي ما قلت لك كده الفيديو ده كان في 2012 لان الكلام ده كان في يناير 2014 طيب خلينا نتكلم في جزئين الجوزي بيتكلم في ان شيكبالا وقع للاهلي بسطورة الزمالك نقطة الجوزي ما قالهاش ان شيكبالا وقع للاهلي بعد ما كان هربام الزمالك وراح باوك لو حد مش عارف القصة فسنة 2002 لما شيكبالا تصعد للزمالك في اول مطشة حط جون ومن ساعتها فضل يتمرم مع الفريق الاول ما كانش بيلعب كتير يعني او ما كانش بيلعب تقريبا اول سيزن بس بعد كده فسنة 2005 لما جالوا عارض من باوك اليوناني هرب من الزمالك وقعد يدوروا عليه وراح باوك ولما رجع من باوك مضى للنادي الاهلي وبعاكة الزمالك عرض عليه فلوس اكتر وده مش كلامي ده كلام الزمالكوية سيادة المرتشار مرتضى منصور وكابتن نقيب السياح كابتن خالد غندور لو شايف ان انا كداب برضو ممكن ابقى جاب لات الفيديوهات دي او ليه اتعب نفسي ليه تعالي نتفرج على كابتن خالد غندور انا بنكون منطقيين شيكابالا komma رجع من باوك ايه اللي حصل شيكابالا هرب من باوك شيكابالا الزمالك جاب لعيب هو اساسا هرب منه وراح باوك وبعد كده بعد ما رحه وراه هرب من باوك ورجعله وبعد كده اما رجعله مضى للاهلي وبعد كده ما مضى للاهلي رح مضى للزمالك وبعد كده لعب احنا بنرسخ يعني مبادئ يعني وهية دي مش مبادئ طيب كابتن خالد غندور وارد انه يكون طبعا كان بيفتري على شيكابالا ولا حاجة انا عارف ان انت ممكن تقول او يعني الفيديو ده مفابرك اخ يفرد الفيديو ده مفابرك يعني مسلا يفرد انا عامل الفيديو ده بالفوتوشوب عملت الفيديو بالفوتوشوب يعني وارد تقول اي حاجة المهم خلينا نتكلم على منول جوزيه النقطة باللي احنا قصلا بليعمل الفيديو عشان ان انت بتقول ان منول جوزيه ما قالش ان هو لكن بتاع مشاكل يعني لعيب موهوب بس بتاع مشاكل طيب نسبنا من التصريحات اللي في مصر خالص نسبنا من الصحافة اللي في مصر انت عارف الصحافة بتاعت مصر دايما بتجيب اخبار مضروبة وبتقول اي كلام وبتأول ناس كلام ما قلتهوش فده مسلا خبر بالبرتغالي اعتقد ان مش محتاج ان انت تكون بتعرف تتكلم ببرتغالي لان انا بلو عارفك ما معرفش تكلم ببرتغالي بس فيه شيكابالا ده اكيد معناه شيكابالا وفيه كلمة اسمها او حاجة زي كده واضح انها كلمة او مشاكل وانسبنا من الكلام ده ونخش على التصريح الاهم من وجهة نظري التصريح اللي نزل في واحدة من اكبر بتاعت اخبار الكورة في البرتغال ده اسم ممكن تفتح وتكتب في شيكابالا هيطلع لك الخبر اللي هي لشبونا يعني شو ما بيكتبوها برضو معلومات ممكن تكون مش موجودة عندك ولا حاجة فانا قلت ساعدك بيها المهم يعني هتلاقي التصريح اللي قدامك ده ان هو بيقول ان الصفقة بتاعت شيكابالا دي في كلمة في الاخر اللي هي ممكن بقى تاخد الكلام ده زي ما هو ما تفتحه تحطه على تعمله من البرتغالي للمصري من البرتغالي للانجلش تعمله لأي لغة انت عايزها هتلاقي الشرح موجود واضح وصريح انه بيقول ان الصفقة بتاعت شيكابالا دي كلام ده يوم تسعة وعشرين يناير شيكابالا بالمناسبة اتقيت في لشبونا في اخر سبع ثواني ممكن تبقى ترجع تقرع عن الموضوع مش كبال حد اخر ثانية كان في مشاكل في العقد وبتاع والزمالك مش عايز يوديه وما يبعدش بطاقة دولية وكان اجيب بطاقة دولية مؤقتة وقصص كده وفيلم هندي لحد ده ما في اخر سبع ثواني اتقيد في لشبونا اخر سبع ثواني يعني يوم تلاتين او واحد وتلاتين انا مش فاكر بصراحة بس المهم ان يوم تسعة وعشرين ده التصريح بتاع منولجوزين فلو انت شايف كالعادة يعني ان انا بقول اي كلام وكدب وكده ما بتعبش نفسك تتفرجش على فيديوهات تاني بتاعتي لان اعتقد كل فيديوهاتي ممكن تعمل لك نفس الازمة ما عنديش اي مشكلة بصراحة انا هبقى مبسوط عشان اكون صريح معاك يعني